اشتركوا في القناة شو الهدف من هالبرنامج لما تسمعوا قصة حياة جيهان ضيفتي رح تعرفوا شو قصدي من هالمقدمة جيهان هي معلمة لغة انجلسية لذوي الإعاقة حاصل على ماجستير في التربية الخاصة أنشطة جيهان يسمى الله كبيرة لأنها ناشطة في مجال توعية المجتمع تجاه النظر السلبية لذوي الإعاقة فعملت حملات ومبادرات في هالمجال جيهان لما ولدت أخذت المطاعم زيها زي أي طفل لكن شو اللي صار معها رح تعرفه وكيف عاشت طفولتها وكيف حياتها بالطفولة أثرت على شخصيتها لما كبرت رح أستقبل جيهان أبلش دردشي معها خليكم معنا أهلاً يا جيهان أهلاً يا عبا أهلاً يا بطلي أهلاً يا كيكي كيفك؟ الحمد لله أنت كيفك؟ تمام الحمد لله كيف مدرستك والطريق والأزمة؟ مليح الأزمة دائماً هيكي وفعل الحمد لله سلكة للآخر الحمد لله الحمد لله الحمد لله جيهان لما بفكر فيك أنا بفكر أنه كيفك كل أب وأمه كل الأهالي بدون أي استثناء لما بيجيهم طفل جديد على العيلة بيكونهم ركزين وحرصين كل الحرص أنه ابنهم يجي بصرحة جيدة فبيعطوا كل المطاعم وبراجعوا في دكاترة لحتى أنه تكون أموره تماماً أنت شو اللي صار معك؟ أنا اللي صار معيني أنا أجيت يعني صار عملي لحد سنة ونص سنتين وأنا صحة جيدة هاي العبارة يعني نقول بعدين صار معيشة للأطفال أنا كنت برضو بيأخذوا كل المطاعم وكل الأشياء لكن حصل اللي حصل بطلت أمشي أنا كنت أمشي مشيت يعني بهذا العمر زي أي طفل بهذا العمر بمشي بعدين إنه صارت مشيتي قليلة أو أع وبعدين ممشيت إش فإنه إش مات جهان؟ إيش اللي بصير؟ شو هذا؟ يروح عالدكاترة إش يقولهم خلوا أتاكل الميحية هذا بس مقص أكل خاصة أني ما يخذ يعني المطعوم مشال الأطفال وهي فكان محتارين الدكاترة عمينما بالآخر يعني صار عملي تقريباً خمس سنين لما إنه خلص هذا شر الأطفال ونعرف إيش السبب والأهل يعني هون بهاي الحل إحنا كنا طبعاً بالأردن بمدينة الزرقة أهلي عرفوا عن مستشفى كويس في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية فإضطرنا إنه ننزل على بضفة يعني أنا وإمني بالتناوب كانت إمي تروحوا تيجي كمان على الزرقة شهر بيت لحم الحليل وشهر بالزرقة فهناك أنا ضلت خمس شهور بالمستشفى عملت عمليات أخدت العلاج الطبيعي والتأهيل كامل يعني بشكل كامل ضلت عمليات أخدت وطلعت من المستشفى الأول بعمر؟ بعمر خمس سنين ونص تقريباً على شهر تقرب الآخر كيف مشيتة؟ إنه أنا كنت أمشي على العقازات وقربس جهاز بالرجلان التنتين عقازات؟ رجعتني بأي عمر؟ بعمر 6 سنين تقريباً 6 سنين 6 سنين على المدرسة آه دوري طيب جهنما رجعتني من فلسطين كنت كثير صغيرة يعني أنا متأكدة إنك ما كنت بتوعب يحكم عملك اللي صغير ومش متذكرة بس اللي بدي أفهمه اسم الله قبل كل شيء إنه كيف أهلك قدروا يزرعوا في راسك إنك أنت ما بتفتلفي عن صاحباتك وعن غيرك من الأطفال أنا عشان ما حد يفهمني غلط من ناحة الحركة بحكي إنك إنك ما بتفتلفي عن غيرك حركية إنه الشيء كثير صعب الأهالي يزرعوه بعقل حدا كبير وواعي ما بد يكون كفل صغير وجاهل أو إنك أنت كجهان بأسلوبك وبشخصيتك وبطريقة حياتك أعطتهم هذا الانطباع وبالتالي كانت معاملتهم إليك والذي زرعوا في راسك وفي حياتك إنك أنت ما بتختلفي وعبارة عن غيرك تفعل أسلوبك وحياتك كيف قدروا يسرع هذا الشيء براسك؟ كانت المعاملة إلي في البيت إنه أنا زي زي إخنة لما في فرق بين أي حدا فهم رحوا عمدارس فأنا لازم أروح أمدرسة مدرسة جنب البيت أنا بروح أمدرسة جنب البيت ما بروح أمدرسة خصوصي لطلال ذوي إعاقة فكانوا مصررين خلص جيهان زي ها زي أي طفل تاني بدها تروحوا على المدرسة اللي إحنا بحنا صديق كيف جيهان زي ها زي أي طفل؟ أنت مستحركة زي أي طفل؟ هلأ شوفي هم هيك أهلي كانت نظرتهم يعني وأنت بديش أحكي إنه كنت بسادقة بس أنت مش كنت أحب إشي ناقصك أنا ما كنت هادر إشي بهذا العمر يعني ما كنت وعي إنه أنا فيه إشي غير يعني لما تكون يعني لما تتيج معاك لأعاخة من عمر كتير وصغير هالأدة ما تفص إنه مثلا فيه إشي غير أنا تحس إنه أنت ذيك زي هالأطفال يعني مثلا أشيء كتير كنت أعمل ألعب بالحارة أنا وأخي وطيور وأولاد الجيران وميات الجيران عارفة يعني عشل طفولة طفولة زي أي طفل طب كيف كنت تتلعب الألعاب؟ أنت حكيت لي كنت تتلعب حجلة آه هاي من الأشياء اللي أشوف أتذكر كنا كمان نلعب الغماية الغماية وبالليل طبية الحجلة شوفي كنت أشوف صحباتي مثلا بلعبوها الحجلة هلأ أنا جو عبالي بدي أجرب فإيش أعمل؟ في إنا برندة ودام البيت بقات وأرسم رسمة اللعبة الحجلة على الأرض وأجيب الحجر وأتركها على الصور أحمل حالي أنا أقل حالي وأتشهب رجلي وإنه آه هي هيكد إنه أنا هاي اللي لعبتها حتى كنت هاي نط الحبلة صحباتي لعبوها مثلا صحباتي في المدرسة بالحارة قلوا لي جيهان تعالي إلعب معنا إلعب بالحبل نفسي يعني لو ما لطيت بعدين إيش يعملوا؟ إنه يخلوا الحبل على الأرض أهو وأنا أمشي كوئي المهم إنا جيهان تشارك معهم فشوفي بهاي الظروف هيكد بتيجي بتخلي شخصيتك طبعا لاشعوريا دول يعني بتبني فيك قاعدة صح ما كنت تذكر؟ ما كنت تستغرب إنه إيش مركبين جهاز زي الجهاز اللي أنا مركبيته هلأ شوفي أنا كثير صغيرة ما كنت هدا الإشاء إنت دوله لما دخلت المدرسة كانت تتوجه لي أسئلة من البنات مثلا إنتي ليش شو هدا اللابستي؟ ليش لابستي؟ أولها أداية ومعرفش شو أجانب أرجع البيت أنت نفسك مش عبش الجواب؟ أه أه يعني أنا بلبسها عادل يعني أنا متعاونة فأرجع لأنه وقلها مثلا بسألوني يعني شو هدا الجهاز؟ وليش بلبسه؟ وليش أنا هيك؟ أقول لي خلاص أقول لي هم هيك أنا من الله هيك خلاص حكيلي عن الشوذ أه الشوذ كنت أنا بلبس الجهاز الطبي برجلان التنتين والحذاء بيكون مفصل تفصيل مع الجهاز؟ هذا كتير ربق أشي كله مش حلو كبير ومش مريح حتى فأنا يجع بالي ألبس من الأحذية اللي موجودة بالسوق يعني يعجبني إشي فأيما تجيبلي تشتريلي وألبسه؟ شفي له هاي التفصيل وحتى الحذاء تحسسك أنه أنت ما في فارق بينك وبين غيري بالضبط حلو صحيح أبعني الإشي الجبلية ألبسه يعني أبعس فيه أحس التراب فيه كيف الشعور فيعني هاي الأشياء هكي تتخليكي أنه جربت كل شي طيب لما جيهان تخلت المدرسة شوف جيهان أنا كثير حاب الناس تعرف عند المرات تركلي بمرحلة الإبتدائي يعني أنا بحكي عن فترة ما بدي حكي أي ثاني عشان ما أكبرك بسم الله عليك أنا صغيرة كثيرا بس بدي أحكي عن مرحلة ما كان فيها هالوعي للاهتمام بتاوي الإعاقة مثل ما هسته بيهتموا وفي كثير أصوات وحملات بتنادي بدمجهم بالمجتمع إن كانوا ناحية التعليم أو غيرهم فترتها حكي لي عني معلمات كيف كانوا يتعاملوا معاك شوفي قبل ما أحكي عن كيف المعلمات يتعاملوا كيف إنه أنا دخلت المدرسة يعني هون كان الدور الكبير لأهلي أمي تحديدا أمي هي اللي راح تتوجهت للمدرسة لمديرة المدرسة قالت لها أنا بنتي عندها عاقة حركية وكذا كذا وأنا بدي أفوتها بهاي المدرسة بديها تفوت بصف أول فالمديرة ما كان عندها مشكلة يعني اقتنعات ونفس الوقت وصلت هاي الفكرة للمعلمات إنه جيهان راح تكون موجودة معانا وعندها عاقة حركية فهيكد أمي مهدت ومشت في الموضوع يعني هي كنت تعرفها الشي بوقتها؟ لا 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 أنا ما دخلت دغري على الصفوات ده صف دكتورة يعني مستحجلي على الدكتورة فهذا اللي صار هيك فأنا لما داومت وكذا وهيك عادي لمعلمات كيف التعامل من قبلهم كان مثلا يجوا يفوتوا كنت في معلمات أحس إنه هم عارفين إنه في بنت اسمها جيهان عارفين القصب وعندها عاقة وين جيهان؟ مرات هيك بسرعة يقولوا وين جيهان؟ تفرحة طبعا طفل بي فرح لما علمت بذلك بسأل عني دغريها ده أنا معروفة ومشهورة بعدين مرات ما يكونوا يعرفوا فلما يكونوا في شرح وفي سؤال مين يطلع حل؟ أنا اللي كنت أرفع إيدي دايما كنت يعني شاطرة بس والله لا هسا شاطرة طيب أوكي اطلعي فلما يشوفوني مثلا كيف بطلع قال لا خليكي بطرحك ما تتعب يحل وانتي عندك ولم لأ أنا بقدر بطلع وبحل على اللوح وما عندي مشكلة يعني ما في مشكلة فيش جواتك فيش جواتك فأطلع وأحل فزي ما تقولي هذا الإشي كله هيكي خلاني إني أنا أنا تلقائيا يعني لما أشوف إنه في حدا تنظر لغير إنه تلقائيا لا ما تنظر لغير أنا زي زي غير تحاول تحكسينه ومالنظرة أيوة كيف إنه هذا الإشي أكيد منه من التنشئة يعني أجو وهاي الأشياء حلا مثلا في عندك كان بحسس الرياضة أنا كثير حبيت تحكي عن معنوات الرياضة معنوات الرياضة معنوات الرياضة أول ولو عمري بنساها اسمها ست لطفية فجد كانت رائع في حوصة الرياضة يا ستي لما نطلع كلنا كيف تعمل لعبة اللي أنا أشارك فيها بتحورها أه يعني مثلا تخلي كل الصف يقعد دائرة وهي بننص مثلا أو طالبة بننص ونلقف من الطابلة هاي اللي بننص اللي يشده هاي اللي يفترعتها هي هي لقيت إنه هذا الإشي مناسب وإنه جهان هاي أقعد على كرسي زي 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 أه وألعب عرفتي ألقف وأتلقف وكذا وهيك بعدين في كانت أحيانا معلمات تانين بعدين يعني أنا حسب هذا الأشياء اللي بتذكرها مثلا كرة المضرب الريشة أقعد على كرسي وألعب بكرة المضرب أنا هو كمان بنت قبالي هلأ المس شو كانت تسوي يعني شوف الشطارة إنه ما تخلي مثلا بنت واحدة أو بنات معينين بس هدول يلعبوا مع جهان لا تخلي الإشي لفع كل البنات عأساس نفس الوقت إنه هم مش بس يلعبوا مع جهان يعني جاي عبالهم يلعبوا إشي تاني يروح يلعبوا ما يتربطوا أو يكرهوا إنهم يلعبوا مثلا بس هاللعبة هاي ومع الجهان ما ينفروا منك بالضبط فكنت هذا الإشي اللاحظه في كمان بتذكر أنا في مرحلة بجوز بصف سابع هيك إشي تامن كانت المعلمة تقول لي تعالي جاربي لعبي كرة طائرة آه يعني أقولها طب هيك كرة طائرة يعني هم ملعب كبير ومش لعبة ساهلة أو هيك بتقول لي لا فخلت صاحباتي يسندوني من الجهتين هيك ويمسكي ما كنت تستحل هيك مواقف؟ لا 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 أبدا عادي عادي إنه بالعكس يعني أحرس مجرد لعبك معهم هو أنك أنت هدا شوفي هو كان جو كتير مريح كتير أمان طبيعي المعلمات البنات خلص متعودين على بعض عارفين بعض جهان هيكة بتمشي جهان هيكة أمورها ماشية عارفة حتى بالرحلات حتى بأي شغلة مثلا إنه أروح نحاول حلول بتحكي فكنا يعني عارفة إنه خلص يمشي أمور يمشي أديني هيكة طيب كيف أثر هالشي هذا جهان بشخصيتك؟ الحسة شخصيتك جهان حسة شوفي خلاني إنه دايماً ما بنظر لنفسي إمني أنا زي زي غيري ما عمري نظرت إنه أنا مثلاً بختلف خاصة منه أنا صغير هالإشي أنا زي زي غيري اللي بيحضر الحلقة هالسة جهان أكيد حيحكي إنه هلبهت إنه بالآخر كيف دخلت عالم الإعاقة وكيف عرفت إنه فيه أنشط لذوي الإعاقة أنت خبريهم كيف تعرفتي على أشخاص من ذوي الإعاقة أول مرة بحياتك؟ هلأ أنا لما خلصت وجيهي طول فترة دراستي بالمدرسة ما عمري شفت حدا من ذوي الإعاقة إلا اللهم الشخص اللي كان يعمل لي جهازي اللي بنشو عليه وشفته بسوق سيارة وقال لي أنت في يوم الأيام راح تصير تسوق سيارة صدكتين؟ بلشت أصدق بصراحة يعني أنا ما عمري كنت شايفة أو يعني هذا الإشي ما كان وارد قال لي أنت في يوم الأيام راح تشتري سيارة وتسوقها طلعت ورجاني كيف بسوق سيارته وهيكي فـ شو حساتي؟ حساتي أنه آه هناك شيء حلو جاي ماذا الفكرة عنه؟ آه آه وأنه هناك شيء ممكن تغيري يعني السيارة أنه صار تنساء بالإيد يعني هاي الشغل يعني بس هذا كان نوقف خلال فترة الدراسة هلأ شوفي بسن المراهقة هذا العمر وعمر مش سهل لأي حدا أكيد يعني بلشت أنه أول طيب آه وبعدين يعني شو بدأ صير طبعا أنا لما أكبر شو بدأ أشتت في مالك هالأسئلة آه طبعا أنا مثلا ليش هيك؟ بهاي الفترة يعني مش أنا صغيرة يعني فترة هيك حتى كبرت لتوجيهي ممكن آه يعني تقريبا طيب وشو بدأ أصير فيه بعدين لما بدي أدرس كيف بدأ أروح أقاجي كيف بدي أدبر أمور كيف وكيف لما خلصت توجيهي أخوي الكبير من خلال علاقاته دبر لي زيارة أروح على الاتحاد الأردني لرياضة المعواقي مع أشخاص ضوي إعاقة اللجنة البرلمبية اللجنة البرلمبية هلأ أسمها مع أشخاص ضوي إعاقة كنا بنعرفهم وهي الله يرحمها عيدة الشيشاني كانت هي إلى هدور فروحت وشفت ضوي إعاقة كتير ما كنت أتوقع أشوف هيك بصراحة كأننا نافذين فتحتك على عالم آخر آه يعني قلت جد في هيك وواصلين وأبطار رياضة وفي دارسين وفي بشتغل وفي عارفة كل شيء كل شيء زيهم زي أي حدد أهني توصل البيض دكية يعني قلت خلص معنات دراستي أنا في الجامعة ريح تكون سهلة يعني مثلا أنا كنت بمشارة وكذا تماشي الحال ما كنت متقبلة أني قعد على كرسي متحرك أبداً أبداً طب الجامعة مسافات طويلة كيف بدي أمشي ورح أتعب فأنا أول ما أعرفت هذول الأشخاص الذين ذوي الإعاقة وروحت على اللجنة البرنفية فتخبها الكرسي بكل بساطة جاء نوعدي ألعب يسلي جد ممكن ألعب يسلي ممكن ألعب يسلي فأعادت على الكرسي وجربته طبعاً لوقعت كثير بس مش مشكلة كانت لعبة حلوية كنا في ذالة اللعبة وأخذت على الكرسي خلص يعني إنه وسيلة كثير بتسهل حياتي واستعملتها وبالجامعة مشت أموري وأروح أجي ومسافات وما كان في أي مشكلة بالعكس يعني كانت تجربة كثير حملة وصار عندي تقبل أكثر أصلاً للإعاقة وأكثر شي قواكي وخلاكي أكثر صابح يعني شفت تجارب كثيراً عند الأشخاص ذوي الإعاقة وقلت أنا زي زيهم يعني ليش لا يعني في ظروفهم أصعب مني كإعاقة وظروف حتى اجتماعية أصعب مني ومع هيك تجوزوها وإنتي مأكلة الدعم اللي حواليك اسم الله ما بديك تتصل يعني عندي أهل بدعمه وعندي أشرب بدها جهان المهم بغض النظرة عن أي إشي المهم جهان زي هزا إخوتها بتتعلم توصل للبدهايات تشتغل زي ما تقولي إنه لا هذا الإشي كتير دعمني يعني حتى تقبلي زي ما قلت لك ما كنت قابلاني الكرسي فعنو لا أنا صار عند تقبل أكثر للإعاقة لكل إشي بدخلت الجامعة وكان برضو كان في ناس يساعدوك كانت حياتك جوا جامعة وردية الحمد لله الحمد لله لاحظة كله وردي أه لاحظة بعد الجامعة أه أنت عارفة خرجت من الجامعة فلنصدمت جهان أه يعني لما بدك تبدأ حياتك العملية نصدمت من واقع الحياة وإعاقة في المجتمع شو اللي صدمت ما بدك تحكيلي بشكل عام شو اللي صدمت بدي تحكيلي مواقف أنا متأكدة أنك تتذكر أشياء لأنه إحنا اللي حدثة بالقرن ال 21 وهي الأشياء اللي صدمتك في هذاك الوقت اللي حدثة بعد موجودة فينا مع كل التحضر اللي احنا عايشينه عشان هيك أنت صورت حدا فعال في هالمجال وصورت بتعمل مبادلات وحملات في مجال اللي عاقة شوفي أنا دايما أول ابتدائي لعن مخلص جانعو أنا حاس حالي جزء من المجتمع وفعالي مدون جد زي ما حكي الحياة مردية فلما خلص جانعو صرت أقدم طلبات لتوظيف يتصلوا على التليفون جهان عندك مقابلة تعالي ما يعرف الجهان شو لا أنا ما كنت في السيرة الذاتي أحط بالأول لأنه ما قيلها خامية أصلا بالضبط وغير هيك يعني ما حسيتها أنها راح أتفرق مش لازم تفرق بالضبط انتكو بتخيزي لازم فأروح على المقابلة فأشوف كيف ردود الفعل في ناس تحكيهم بمشرة تحكيهم على ميكشير ولا على أبكازية حسب المكان يعني مثلا أنا عموما الأماكن السهلة ما في درجة كتير وما في مسافة أمشيه كتير أدخل على أبكازا كنت في خلال المقابلة أشوف كيف ردود الفعل جيها عند دورك مثلا أحسهم مظلومين مش عارفين ش بدهم يسأل بين وجوبهم أه في ناس ما تحكي لك إياها بشكل مباشر أه أوكي وكذا وبنرجع نتصل فيك في ناس تحكي لنا أنا بتذكر موقف مدير مدرسة بقول لي أنا ما تخيلت هيك أه أه قلت له لأ أنا تخيلت هيك أه يعني إنه ردت فعلك هيك الأدية يعني كتير كانت مش حلوة لأنه جد أشي يعني بخليك إنه ما تسكتين هاي الأشياء هي اللي صدمتني إنه في أشي ليش هيك المجتمع يعني أنا طول عمري زي زي الناس ما بنظر إنه الناس بتصدني عن أي شغلة فليه ليه هلأ ليش هذا يعني كأنه كان حامل قناع وشاله كشف كإنه يعني يعني لا إحنا مش قبلانينك أنت ولي زيك بما معناها آه هيك يا يعني هم حكوها هيك أبس هيك معناها آه آه هي هيك مرات بتشفيها بالعينين والنظراتي وقت تطلع عليك من فوق لتحت يعني هاي شو جابة ليش مثلاً هاي في أشياء صعب تتخبى تقرأ كله بالوجوه هاي هذه العبارات فيعني كانت فعلاً بصراحة يعني إشي صدمة وإشي لداية فبعد ما طلع لي تعين بالوزارة بالتربية مرح تقابلت وعملنا كل الإجراءات وفحص صحي وكل هاي الأمور وكي وخلاص جيهان إنه طلع اسمي بالجريدة فشوفي لما عرفت لا أنا بصراحة لما طلعي لتعين بوزارة التربية والتعليم أنا التعليم كله ما كان خبالي وما بدي إياه بعدين بنا في بعرف صبايا كانوا في جمعية الحسين يعني في جمعية الإعاقة الحركية هذيك الفترة قالوا لجي عن في مدرسة وابدهم معلمات تيجي تقول لهم يعني يعني التعليم أنا ببعد عنه يتبقوا تجيبوني على التعليم والتدريس وهيك قال تعالي شوفي بجل صغيري رأيك يعني تعالي فروحت شفت المديرة وشفت الأولاد هناك لما شفت الأولاد هون أنا دور تأثرك بالي عشتي بطفولتك من معلماتك بالإبتدائي بالضبط أنا أول مرة بدخل مدرسة فيها طلاب بس عندهم إعاقات حركية قلت إذا أنا بدأ أكوني معلمة عشان هم بكوني معلمة ما عندي مشكلة كان هم الدافع لإلك بس عشان هم هم والمدرسة بحاجة لمعلمات مش بسهولة أي حدا برضى يروح يشتغل مع ذوي إعاقة يعني للأسف هيكي هيكي النظر حسنت أني كنت حتكوني واحدة من زي هذه معلمات اللي أنتي كنت شنفيتهم ملائكة كنت أتذكر معلماتي كيف كانوا يدرسون كيف هم كانوا يتصرقون كيف أثروا فيكي وأقارن طب أنا كيف كنت مثلاً عشت هيك بهاي المدرسة تبعتي وكيف هم مثلاً عايشون بسهم يكونوا بالمجتمع يعيشوا حياة زي أي حدا تاني ليش يجوع مدرسة مخصصة إلا ليش هذا ليش هذا العزل أنا لا كنت بهذه أنا بفكر بهذه النظرة لسه أنا ما كنت لسه ما يأخذي ماجستير تربية خاصة ولا بعرف عن حقوق ما كان لسه هذا الأشي دارش لا 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 بس أنه أنا من تجربتك بلشت تعملي الحملات بلشت توعي على الحملات اللي عملتها عشان توعية المجتمع أنا ضليت بهاي المدرسة كمعلمة 14 سنة وكنت بنفس الوقت صرت أخذ تدريبات من خلال مجلس الأعلى لحقوق الأشخاص والآقة من خلال النظمات الأجنبية أخذ تدريبات على موضوع حقوق الأشخاص والآقة وكيف أن أكون مدربة بهذا المجال صرت أعمل أحملات صرت أشارك في ندوات وأعمل توعية وأنه ممكن أكون حتى لو أنا ماشي بالشارع ما في مشكلة أنت وينما كان أنت وجودك على كرسي متحرك على عكازي على أي شيء أنت الناس مجرد إنها شافتك أنت تكون وصلت توعية بطريقة ما بدرجة ما وجودك بيخليهم خلاص يشوفوا يتعودوا العين تتعود على أنه في ناس عندهم إعقاد موجودين بيننا وين بروحوا بيجوا بتحركوا خلتك تحكي كثير وأكيد مللتك بأسئلتي لا بالعكس بدي خلي الناس تعد فيك أكثر عندي مجموعة أمثلة حكولي ناس مقربين أني أندي في إليك مشاعر تجاههم أه أول مثل أو أول عبارة بتحكي كل يوم يمر عليك هو نقص من وقودك لرحلة الآخرة شو بتحس ناحية هذه العبارة يعني الأيام إذا بمر يوم مثلاً ما بعمل فيه نقول إشي خير لغيري أو لنفسي مثلاً زي قراءة القرآن يعني مرات بتعدي كم يوم إنه ما بقرأش بداية أنا فيه يوم عدة بدون ما تعمل فهي لا تنظر إلى الخلف فبه ماض يزعجك ولا تنظر إلى الأمام ففيه مستقبل يخلقك أنا ما بحب أتطلع إلىوريا بحب أتطلّ ليماشي قدام إيش مكان إيش ما صار قبل خلص صار وصار وخلص وبتعلم منه وبعدين بكمل ما بتندم الجايش فاصل طب الجرع فينها؟ بتطلع البنت لأيوها؟ آه لا شوفي مش كتير هذا بحبه لأنه زي اللي بيشجع على الأفكار تكون نمطية عند الناس عند أي حدا بأي موضوع انت خلص فيه إشي هيك بدنا نضلماشين عليه فلا يعني واحد لازم يكون منفتح وطاري مخه شوية أوكي آخر شي خذ المدلة لي ولأتو خذ المعللة آه برضه هذا المثل مش كتير يعني مش كتير بحبه بكره لأنه هو زي بميز بين الأشخاص المباق هيك اجبته هيك فهمته بين الأشخاص خاصة المرأة بات الإعاقل المرأة ماندهش يعاقل زي اللي بيقولك إنه خذ بلغة الناس إنه اللي صحيحة هيك ما بحبهاش هاي الكلمة وما تاخد اللي مش صحيحة مثلا هو المثل بحكيلك من أي جهة متخذيه بشع هو بشع بشع من كل نواعي ولا من أي ناحية من كله عن جد آه من اللي حطوهم جيان أنا كثير كثير ممسوطة أني كنت معاي بها الحلقة أنا كمانا بكتمنى الكل يستفيد بنحديثك عن خبرتك مع الإعاقة في حياتك إن شاء الله وشكرا أنك لبيت دعوته لا العفو وهيبة والكلام معاك مريح بصراحة وأنت كمان وهيكي بتخلي الواحد يعني يحكي براحته ويطلع كل اللي عنده وانتي طلعتي من عندي وكتير هكذا ذكريات وأشياء أكيد هذا المطلوب لحط الناس يستفيد إن شاء الله إن شاء الله شكرا لإلي كل حضورك وعفو أما النصائح والفوائد التي أقدمي لكم في هذه الحلقة إذا كنتوا على مقعد الدراسي في أي مرحلة دراسية أساسية أو ثانوية أو حتى الجامعية ما تسمحوا قدر الإمكان لظرفكم الصحية أو أي ظرف آخر إنه يمنعكم عن الدروس اللي بتأخذوها مع زملائكم خلوا عندكم قوة وشجاعة إنكم تحصلوا على حقكم كامل بالتعليم بكل تفاصيله مثل غيركم لأنه زي ما هذه الدروس كثير مهمة في بناء شخصية وفكر وثقافة زملائكم الطلاب هي مهمة لكم بنفس الدرجة حتى لو الدرس ما بيناصب ظرفكم الصحة حاولوا إنكم تعدلوه بحيث يصير مناسب للكم وتستفيدوا منه قدر الإمكان باختصار ما تستسلموا لظرفكم الصحة وترضوا بالقليل الموضوع مش موضوع حق بقدر ما هو موضوع ضرورة وأهمية وممكن تستفيدوا من منهجية عمل ويجان الموجودة في المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة مثل منهجية التعليم الدامج اللي من خلاله بيقدر يوصلكم في المدارس المهيئة لذوي الإعاقة فنيا وبيئيا وبتقدروا كمان تحصل على الدعم المناسبة تحصل على حقكم كامل في التعليم ولجنة التكافؤ الفرص من خلالها بتقدروا تقدموا أي شكو على أصحاب الأعمال اللي بيعاملوكم بتمييز على أساس الإعاقة إن كانت جهات خاصة أو حكومية ممكن كمان تستعينوا بالأشخاص الناشطين والمختصين في مجال ذوي الإعاقة اللي ما بيمانعوا أبدا إذا توصلتوا معهم في أي مشكلة بتواجهكم هالأشخاص مثل جهان وغيرها رح يشتوفوا بوصف هالفيديو طريق للتواصل معهم والنصيحة الأخيرة بتواجهها لذوي الإعاقة اللي ممكن ينعرض عليهم تسئيلات بيئية في مجال التعليم أو العمل إنهم يحاولوا ما يستغلوا هالتسهيلات بشكل خاطئ لأنه التسهيلات ممكن تكون مغريات بالنسبة لهم لكن استغلالها بشكل خاطئ ممكن يضيع عليهم فرصة أنهم يستفيدوا ويتعلموا شي جديد يضيف لشخصيتهم وحياتهم وثقافتهم بتمنى تكونوا استفدتوا من الفقرة ومن الحلقة اللي كحقت فيها جهان عن حياتهم وعن خبرتها مع الإعاقة شوفونا واحدة الحلقات ثانية من برنامج 180 درجة على قناة همم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة